شوفنا مبارح يعني خلينا نقول بروفا كانت رائعة جدا قبل كاسة الأمم الأفريقية وتقلق كان واضح من منتخباي مصر طبعا ويه الجزائر في اللقاء اللي انتهى بالتعادل الإيجابي كنا نتمنى ينتهي يعني بفوز منتخب مصر لكن على كل حال لعبنا لعب حلو جدا اللي جاي حنتكلم كتير جدا عن طبعا مشوار المنتخب واستعدادات أكيد النادي الأهلي كمان قبل بطولة الدوري الأفريقي مع صديقنا العزيز بقى كابتن ياسر كابتن ياسر مصطفى نجم الأهلي طبعا الصابق واللي دايما يولاي العظيم يعني بيسعيدنا انه كل حلقة بييجي لازم صورة مختلفة من عندنا شكرك طبعا على المعلومات القيمة اللي بتبقى داخل الورق ده طبعا صباح الفول طبعا سعيدني موجود معاك ومع فاروق طبعا فاروق طبعا من الناس اللي أنا بحبهم جدا وإن شاء الله يعني دايما يكسر الدنيا وقالف سلامة اللي أستاذ كريم هتتقرر الصور بوش اللي بحرمك والله لا هو برضك كان مميز جدا في معسكر النمسا بصراحة عمل معسكر من كبار المرسلين عندنا مدعين يعني كان نعمل شغل جامل جدا نحية الله طبعا سعيدني موجود معاك وصباح الفول طبعا بشكرك ومشاه رفضة طبعا في عشر الصبح في الاهلي وبالأمس كانت مباراة متخب مصر والجزائر مباراة مش اقول عليها مباراة دي لانه أخذت الطابع الرسمي انت من دي 28 بتلعب بعشر لعبين بروف قوية جدا للمنتخب المصري تقييمك فنيا لمواجهة الأمس مع منتخب الجزائر وشايف احنا استفدنا من المباراة دي ازاي أولا طبعا مباراة فعلا زي ما انت قلت فاروق ان احنا استفدنا منها رقم واحد ان احنا لابنا يعني يعتبر اكتر من تلتين المباراة نقصين واحد ودي استفادة فنية ممتازة جدا بالنسبة ان احنا استفدنا اكتر من الجانب الجزائري لان احنا لابنا نقصين واحد وغيرنا طريقة اللعب اكتر من مرة يعني بداية المباراة احنا لابنا باثنين مركز تمانية وبعد كده لما الطرد غيروا لعب واحد تمانية واحد ستة فلابنا اربعة اتنين ثلاثة بعد الطرد وقبل الطرد وكان بنعم اربعة اتنين يعني غير كذا مرة في طريقة اللعب ودي فائدة رامج جدا للمدرب ومعنا مدرب ما شاء الله على مستوى عالي جدا ادار اللقاء بشكل كويس جدا متحسش مبارح يا كابتن ياسر ان مصر تلعب عشر لعيب قدام متخبين ومعظم اللاعبين تحس مبارح انهما كان عندهم استنفاع وعندهم يعني بيلعبوا الماتش بقوة ما تقولش انه فعلا زي ما انت قلت وكابتن اواند قالت ان الماتش متحسش انه وديه خالص الاستاد مليان الماتش بانجبونج رايح جاي المدربين عاوزين يكسبوا فالماتش من ناحية الفنية الماتش فنيا عالي جدا طويلة اللقاء بالنسبة للمنتخب مصر طويلات كذا ما اقولتلك عجبني جدا يعني كذا لعيف الملعب طبعا على عصوم العملاق الشناوي طبعا بالنسبة لي من طبعا هو مش اقول لأفضل مبارح لان الشناوي على طول الحمد لله كويس لكن الشناوي باح عمل مبارح كبير جدا 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 من ناحية الفنية وشال من علينا سكور بصراحة لا برضو كان في حاجات خليلا ونش اهداف مؤكدة بس كان فيه اهداف تقضلية ايوه انا فيه نهواند كاتريانسي من الديات 89-91 ديو 91 متخب الجزار كان بلاعب محمد الشناوي صحيح كلام مظموط كانت المباراة بواجهة ما بين متخب الجزار ومحمد شناوي في واحدة اللي هي عمل فيه وضع النجمة دي يعني صدى نموذجية تمركو السليم فاتح ترجل ممتازة تكنيك بتاع الأداء بتاعه فيها هائل جدا لا شناوي عمل مطشن بيها كبير جدا محمد صلاح من المطشط اللي هي عجبتني أداءه فيها تريسي جي كان هائل جدا حمدي فاتحي يعني مجموعة اللعيبة كلها انا شايفهم كانوا هائلين جدا 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 محمد هاني قبل الطرد محمد هاني وانا سألت كابتال ناصر عباس بعد المباراة بيقول ان هي ما تستحقش طرد يعني هي يعني بيقول ان هي انزار هي اختلاف بقى هنا بعض شايف ان هي طرد مؤكد والبعض يقولك ما تستحقش كابتال ناصر عباس انا سألته هو معانا هنا في القناة فبيقول لا تستحق انزار اكتر منها طرد يعني يعني فبعدك يعني تحس ان الحكم كان متنشن شوية تحس ان الحكم يعني كان عاصة او حكم كويس بكل عاجة بس كان عاصة بشوية يعني برضو ناخد من النوطة دي كابتال ياسر انت مهم جدا في المباراة الودية او في الاستعداد بتاعتك انك تتعرض للضغوط اللي انت ممكن هتتتعرض لها في البطولات الافريقية خاصة ان امور دي معتادة بنشوف دايما في التحكيم في البطولات الافريقية صحيح كلام مظبوط جدا 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 وانا قلت حدك هو اتود طبعا في شغل فني بالنسبة للحكام لكن انا بكلمك او الصعيد الفني بالنسبة للفرقة بالنسبة للفرقة الفرقة استفادت جدا جدا بعد التارد ان احنا قدرنا نلعب عشر يعتبر تلتين المباراة بشكل كويس جدا اداءنا فيه توازن بين الدفاع والهجوم الراجل غير في شكل الفرقة بشكل كبير جدا هو بدأ باللي نهاي بالماتش اللي قابله بيلعب كان بدء المباراة بثنين تمانية واحد ستة كان النيني وبعدين قدامه حمدي فتحي وزيزو فكان بيلعب بثنين تمانية فنحية هجومية يعني كان بدء المباراة عاوز يكسب بينها جدا في التشكيل بتاع الفرقة اداء الفرقة كان منظم بشكل كبير جدا مصطفى محمد من الماتشاط اللي عملها ممتازة جدا وحتى كوة اللي ضيحها عملها كويس يعني طلع برا يا بس بعدة سنة شوية لكن لو هو عملت شب هو رايح للجون كان ممكن تبقى جون لكن برضك عملها بشكل كويس جدا يعني مصطفى محمد من الماتشاط اللي عملها كويس جدا 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 لأداء الفرقة بين التوازن الدفاعي الهجومي اتعامل بشكل كويس جدا المؤتدات الأجمال عملناها نموذجية في آخر كوة اللي جات ممموذج اللي عملها صلاح بينية دي يعني كان ممكن يبقى تنسف ولماتش خلص لكن هي دي حال كوة القدم من هي الدع هنا وتطرد بالتعادل هنا لكن كان خلاص كان ممكن يبقى تنسف ولماتش خلصا فالمبارف إجمالها يعني مبارف ممتعة جميلة أداء المنتخب كان فيه وجولة والأداء الفني ممتاز جدا اللي يقل بدنا بتاعت اللعيبة هيلة فصلاحة تحية للعيبة المنتخب والمدائب المنتخبين بها أنا اللي همني من المباريات الودية ومباراة ودية عن مباراة ودية أن أنا أصلح الأخطاء اللي حصلت في المباراة اللي قبلها صحيح هل فعلا فيتوريا قدر أنه يحقق أو يصلح من الأخطاء اللي شفناها مع بزانبيا على سبيل المثال مش هارجع بقى لتونس والكلام ده صحيح هقول اللي قبلها على طول لأنه ده اللي يطمني على اللي جاية ده سؤال فني جامع جدا أنا حاسة كده بقى أنا كأت بريد هوا واندي بتتكلم في حاجات سنية جبما الموضوع جدا هوا كده هو عمل فعلا حاجة زي ما كنت أقول لفعوق أنه هو غير نهب اللي بدأ به يعني بدأ باللي نهبه باركة الستة. تمام اللي هو اتنين باركة الستة وواحد. بعدين رجع غياء والشوت التاني لما نزل زيزو وحمدي فاتحي وطلع النني. فبالتالي شكل الفيو اختلف. فهو بدأ باللي نهى به ودي ميزة لانه المطش اللي قابله كان هو مغلوب من مطش تونس واش عاوز يتغلب مطش التاني فكان متحفش دفاعيا. والشوت التاني اتحسن اداء بشكل جبير جدا لما غيانه لتلاتة اللي في نص الملعب بينها الملعب اتنين تمانية واحد ستة. ادت ناحية رجمية بشكل كبير جدا. المطش دوت هو بدأ كده. لكن طبعا موضوع الترض يعني ما اصعفوش شوية. ودي كانت ميزة ان نصالح رجع في مكانه الطبيعي يعني. يعني احنا استفدنا منها من حاجتين. ومصطفى محمد قدر يعمل دور المهاجم الوهمي اللي لما نزل واشتغل عمله بشكل كويس جدا جدا جدا. في كونتر اتاك بالذات يعني. والتنظيم واللعيبة عملت جمجود اكتر. لان لما حسوا ان هم القصين والاستاد مليان والجامهير كتير المصرية. فبالتالي استنفرت اللعيبة بشكل كبير جدا. فقدى الاداء العجولي اللي هم عملوه في المبادي. والمدارب يعني بدأ خلاص يبقى لينا قوام للمنتخب واضح. يعني تحس خلاص منتخب مصر نقدر اي حد يحط التشكيل بشكل كبير جدا. من وجهة نظرنا الشخصية يعني. في نقطة مهمة جدا كابتان ياسر يعني عايزة اتكلم فيها. احنا شوفنا في مواطش زنبيا حمد فتحي والهدف اللي احرازه في مرمى زنبيا وبالامس حمد فتحي. عايزة ارجع لي نقطة ودي خليني برضو انسي فيها الفضل لمستر كولر واللي النادي الاهلي. في تطوير النواحي الهجومية والخططية للاعب مركز ستة ومركز تمانية زي حمد فتحي. الهدف اللي احرازه حمد فتحي في زنبيا. الهدف اللي احرازه وانتواجد حمد فتحي في المكان ده. احنا اتكلمنا على المشهد ده كتير جدا مع كولر مع النادي الاهلي. فاحنا من النهار من خلال قناة النادي احنا بننسب ان جزء من تطوير النواحي الخططية والهجومية. حمد فتحي كان لمستر كولر. مش جزء ده هو التطوير كلهم من مستر كولر. الصواحة يعني. الحمد كان بيلعب ستة ستة صويحة يعني. مفيش فيها اي حاجة. لكن لما جي مستر كولر بدأ يغير في الاتنين. حتى اليو ديانج دلوقتي. بيعملها بشكل كويس جدا. كل لعبة النادي الاهلي طويت في الحيطة نص الملعب دي كويس جدا. وبعدين اللي بيعمله دايما في الفرقة متحسش من الاساس ومن الاحتياط. لكن بنجي على التطوير بقى. ده فعلا يعني نتيجة اداءه مع النادي الاهلي. هو اللي بقى يوصله دايما ان هو يبقى بينه الهجمات في الصندوق بشكل كويس جدا. واداءه اتطور بشكل كويس. وهو ماكس ثمانية طول عمره كده. يعني ماكس ثمانية طول عمره. هو زيادة الاعدادية اللي هي من نص الملعب اللي بتزود مع المهاجمين. فبتدي نحية هجومية اكتر للفرقة. وفي نفس الوقت لما نيجي مش معنا الكوهة. نحية الدفاعية بتبقى مناسبة جدا. بتلعب برضك بتلاتة. يبقى باربعة تلاتة تلاتة. بالشكل بالمشتقات بتاعتها كلها. فبالتالي هو بيعملها بشكل كويس جدا. ولا tinham لها. وطبعا يا النادي الاولي ليه scars. بصامات واضحة مع كل العيبة اللي التواقض بشكل كبير جدا. سواء نفس المنتخب او في النادي الاولي. يعني في العيبة جدا في النادي الاولي. تردها جدا مع الموديل الفني طبعا. لو ذي الفني واخد العلامة الكاملة السنة اللي فاتت. ومديل فني من الموديل الفنين الكوباري جدا. فطبعا بانحييئ إضاءة النادي الاولي ان يجابت مديل فني عن المساء. ودائما اضاءة النادي الآلة تختار الموديل الفني المناسب دايما في التأويتات المناسبة طبعا. كاس الأمم الأفريقية يعني لو حكلم عن بصراحة مين المرشح الأكبر؟ يعني مش يازم تقول مصري يعني من وجهة نظرك. يعني المباراة بتاعتين بايح دي بتقول إن إحنا عن نفس بقوة يعني. ووجهة نظري المباراة بتاعتين بايح دي بتقول إن إحنا عن نفس بقوة من قسي على مطشة ونس لأن مطشة ونس يعني كنا لسه الحالة البدنية بتاعت اللعيبة موسم واللعيبة لسه مش متزبطة على مستوى بس إن بارح أخذنا شوية ثقامين تالي من المنتخبات اللي شايف برضو أداءوا حتى هذه اللحظة حتى في الوديات قوي. المغرب طبعا. لسه كنت حقول لك. المغرب طبعا من الفئة. أنا الآن من المغرب بصراحة. لا لا ما تلاقيش إن شاء الله احنا خلاص نادي الأهلي قصر الموضوع ده لما خدنا دول أبطال في المغرب. وأعتقد إن نادي الأهلي لما تيجي تشوفي قوام المنتخب حضرتك هتلاقي سبع لعبا من النادي الأهلي. أو. يعني سبع لعبا من النادي الأهلي في الملعب فبتتكلمي عن يعني عدد كبير جدا. من لعبا الأسائي في المنتخب. فبالتالي قوام المنتخب. كل ما لعين أن نادي الأهلي بيبقى ماشي خطوات ممتازة. هتلاقي قوام المنتخب ماشي في خطوات ممتازة فإحنا الوقت بنتكلم إن سبع لعبا في منتخب مصر يلعبوا يعني يعني أطبعا وعلى مصر الأسئلة المتحدة. أيها بلعبوا. فبالتالي ما تلاقيش على منتخب مصر طول ما فيه نادي الأنماشي بفطوات ممتازة يعني. كمان يا نهواند يعني نهواند تطرقت لموضوع المتخب المغرب. وليد الرجراج المدير الفني المتخب المغرب. قال لك أن ما بوعدش جماهير المغرب كأسهم من أفريقيا. إحنا مش فريق مرشح للبطولة. أنا برشح مصر وبرشح الجزائر للبطولة. أعتقد يعني الحرب النفسية. طريبا تصريح مش مفق دايم. هو مضايب ذاكي جدا. وبيشيل الدغوط من على فوقته. وبيخلي الجمهور بتاع المغرب ما يبقاش ضغط على اللعيبة. هو بيحسس المنافس أنه هو فتة بعيدة. لو أنا بعيد عن التنافس. يجيه اللي عم بقى معاه؟ بالزبط كده. بس طبعا المنتخب مصر يعني عنده الخبرات الكافية. اللي يتأهله أنه إن شاء الله ينفس على البطولة بشكل كويس جدا. إعدادنا ماشي بشكل كويس جدا. موديل فني منظم. حتى المنتخب اللي هم بأمور طيبة. عندنا لعبة زي كوكا. مثلا من المنتخب اللي هم بتلعب منتخب الأول. فأنا شايف أن الأمور ماشي مع المنتخب مصر. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. والشكل اللي إحنا لعبنا بين باحدة. ممكن كنا نقسب 2-0 في الكرة بتاعة عمر مربوش دي. كانت 2-0 ولماتش خلاص. لم نملأ رؤينا ولماتش خلاص خلاص. لكن هي الكرة كده يعني. روح التنافس. وعجبني جدا روح راضية بين اللعبة. يعني بردك وجمهور. يعني جزائر قاعد مع مصر ودي حاجة كويسة جدا. ومن هنا بنقول لعيبة مصر يعني متشكين على أداءكم باع. يعني شرفتونا وعملتوا أداء ممتاز جدا. بنقول لعيبة الجزائر يعني أنا شايف من وجهة نظر إحنا استفادنا أكتر منهم. صح. لأن إحنا لعيبنا نقصين واحد على مدار المباراة تقريبا. فطبعا بحيي كل لعيبة المنتخب على أداء مباع الجميلة يعني بصح. نهواند عندها كلام كتير جدا بقى عن استعدادات النادي الأهلي. عندنا واجهة سيمبا لتنزاني. بص عمال حضر. نبدأ بدوري أطالة إفريقيا. من قبل الحلقة بتحضر كلام علشان مطش سيمبا لتنزاني. نهواند طبعا عندنا سيمبا تنزاني. يعني بص عايز نبدأ بمطش سيمبا. يعني بص أقول لك على حاجة. الغريبة في سيمبا أن أنت يعني على أرضه بيبقى فيه قلقة. يعني خلانو برضو نبقى بنتكلم بوضوح. لكن الفوز مش مستبعد. والمجموعة بتاعتنا برضو خليني يعرف رأيك فيها. حجد الجمهيري كمان يا نهواند أن نادي سيمبا أعلن نفاذ التذكر بالكامل. يعني بساعة الاستان. هو أنا شايف أن إن شاء الله مطش سيمبا يوم عشرين. هيبقى مطش مش سهل لكن مش صعب. يعني على لعبة النادي الأهلي. لأنه عندهم الخبرات الكافية في أفريقيا. أنهم إدارة عملوا مع نادي سيمبا التنزاني. وسيمبا التنزاني المدارب بتاعه حتى تصراحاته كلها. يعني بيشولوا الضغوط نفس قصة وليدر. بيشولوا الضغوط من على فرقته. لكن من لعبة النادي الأهلي تعرف تلعب الفرقة دي كويس جدا. وبعدين عندنا العودة يوم عشرين هنا في القاهرة. فأعتقد إن شاء الله أننا بجموعة المطشين. أننا إن شاء الله نسعد. أو أصددددقوا ولي هو واحد من الاتنين. غالباً سانداون. بس أنا بقول لك إن شاء الله بإذن الله أن الأهلي يعدي المطشين. مش بالسهولة لكن مش بصعوبة. يعني المطش اللي هناك لو حتى طلع تعادل الأمور كويسة جدا. ونيجي هنا على ملعبنا. النادي الأهلي هنا مععب للفعل. لما تجي تلعب أي حد هنا في مصر النادي الأهلي مرعب يعني حتى أنا أعتقد يعني مش اللعيبة بس بتبقى مرعوبة الجمهور بتاعهم بيبقى مرعوب لأن جمهور النادي الأهلي يعني الجمهور كبير وجمهور عظيم بيدي دفع معنوية جدا حتى وحنا بنتفاجر إحنا عاوزين ننزل نلعب يعني فهم يعني جمهور النادي الأهلي اللعب وقم واحد من وجهة نظري واللعيبة في فورمة دلوقتي حاليا في فورمة الفرقة كويسة جدا ما عندكش لعيب أساسي ولعيب احتياطي المدرب هايل ما شاء الله قط اللبس ممتازة ومن أهم حاجات في كورة القدم للموديل الفني الحفاظ على قط اللبس قط اللبس طول ما هي منضبطة طول ما هي فيها حب طول ما هي فيها يعني وقام بين اللعيبة والجاز الفني هتلاقي ده في المنعب بشكل كبير جدا هتلاقي الفرقة منظمة الفرقة ده ممتاز ده بيعتمد تسعين في المية على الموديل الفني صحيح يعني وقط اللبس دايما طبعا انت فاهم يا فروق وطبعا كابت النهواند عايفة كلام أنا دخلت قط اللبس يا فن بس كتفاضي صورت جمع لا لا قط اللبس بالنسبة لأي فرقة طبعا هي الأهم حاجة هي الأساس لأن هي دي اللي بتلمي اللعيبة والمدير الفني القوي هو اللي بيعرف يسيطر على على قط اللبس على قط اللبس بشكل كبير قلنا ده لما كنا بنكلم على المنتخب بقى ونبنقول للمدير الفني القوي كل من قارب بين الأجنبي والمصري وربما المحلي أو المصري ما بيبقاش مع المحترفين الكامستري الأروع فقط اللبس فده بيؤثر شوية قلنا الأجنبي بيبقى مسيطر بشكل كبير ودربنا مثال قلنا ليه ده احنا عندنا منتخبات تانية عندك تونس وعندك الجزائر وعندك المغرب وعندك ايه تاني كلهم مديرين فنيين محليين فالتجربة يعني ربما كانت بعيدة شوية حاليا بس زمننا حدوثها مرة تانية وده نجعل لكلام حضرتك كلام مهم جدا وكلام فعلا أنا نفسي بقى يعني عجبني الكلام جدا ليه لأن دايما نتائجنا الكويسة دايما مع المديربين محليين اه والله يعني لما تشوف كبت حصل انشحاتها انجازات اجداره اه كابتن حسن تلاتة دور افريقية متتالية كابتن جوهري وصلنا كاس عالم واخد بطلطين لأفريق يعني دايما المديرب ليه بقى النقطة دي مهمة ليه لأن المديرب المصري بيحس بالشارع المصري بيحس باللعيب بيعرف يتعامل مع اللعيب كويس جدا يعني كابتن حسن شحاته كان بيشغل أغاني وطنية في وط اللبس بتستنفر اللعيبة وتخلي اللعيبة دايما في حالة استنفر مهمة جدا 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 فكلامك نموذجي يعني بصراحة طبنا سؤال نموذجي لأنه هو فعلا انجازات مصر كلها 90% منها مع المديرب المصري ودي مهمة جدا يعني لما تيجي حضارك تلاقي المديرب بيحس بالشارع بينزل الشارع بيكلم النقص دي مهمة جدا فنرجع للمديرب وط اللبس دي مهمة لما تبقى عامل مع فئة زي النادي الأهلي كلها نجوم كلها لعيبة ستار كلهم نمبر وان فلما تيجي تعامل مع 30 لعيب كلهم نمبر وان فدي صعب جدا تحطي من الحضاشة والتغييرات ومن يطلع ومن ينزل فالموضوع صعب جدا جدا يعني موضوع مستهل فنيا بياخد من المديرب كثير جدا عشان اللعيبة كلها مقتنعة ان كل واحد بياخد حقه انا لو انا لعيب ومش حاسة لعيبة ياخد حق هتلاقي في مشاكل لكن طول ما انا حاسة ان انا هنا علعب وهنا ااخد حقي ولما اكتبت في التنمين ان اكون موجود فدي مهمة جدا صحيح يعني هو الوقت بيجري ولا ايه بقى اكير اهو الله يبقى يعني بس احنا غطينا نقاط عديدة يعني طبعا ده مكانك وان شاء الله اتنورنا مرة تانية شكرا جدا سعيد ان موجود معك طبعا وسعيد ان موجود مع فاروق والف سلامة للساس الكريم طبعا وان شاء الله كل حلقة مميزة تأجي بالنس شكرا جدا شكرا لكم دي كانت فقرتنا التانية واختام حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الاهلي طبعا معك انتشارتنا فيها الكابتن ياسر مصطفى بكده تنتهي حلقتنا النهاردة استنينكم غدا بإذن الله وحلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي